موسيقى هذه البطولة مقابل مع إبراهيم غليدي توصل أنس تجاورت حاول رفع الكرة ولكن أمين بوكامبوش هذه كرة لمعذحك أنس تجاورت لعليم عمر على التمرير لمعاذة أندية جزائرية يعني الحكم لا يجوز حاليا على مردود هذا المنتخب فترة تجارب فترة تحذيرات مقابلات ودية يعطي إشارة التنفيذ التنفيذ على مستوى القائمة الثاني ترجع من السيليوم المعفى في هذه الجولة وهذا هجم للمنتخب المغربي قبل ما تخرج وممتاز العملية والتصويب والهدف والهدف الأول للمنتخب المغربي الهدف الأول وهذه التصويب التصدي الأول من الحارس لا هذه الثانية هذه التصويب الثانية تصويبة الهجمة للمنتخب المغربي من إبراهيم غاليدي نعيم بيار التمير التوزيع على مستوى القريب منهم عليم عمر التنفيذ والحارس سهلة أخرى ترجع لرشيد السياح لطرق العساوي طرق العساوي عليم عمر عليم عمر طرق العساوي نستجاورت التوزيع وتصل لي يوسف الأخدي مرضي ممتازة للمنتخب المغربي التوزيع بالرأس والهدف الثاني الهدف الثاني لناعيم بيار للمنتخب المغربي بعد تنفيذ مخالفة من يوسف الأخديم دون رقابة يسعد بالرأس ناعيم بيار جامل أفريقيا كانت معفات وهذه العملية للمنتخب المغربي وتزديد الضعيفة في دين الحارس ثاني يتجاوز المدافع التوزيع باليوسف على مستوى القائمة الثاني ومحاولة للتزديد في مناسبة أولى ثم ثانية والتصويب قبل جزائري بعيدا عن منطقة الجزائر هذه كرة مرة أخرى سيطرة الجزائر في آخر خمس دقائق هذه كرة للقاد والهدف ممتاز الهدف من أنيس فتحين من تسجيل الهدف الأول للمنتخب الجزائري هذا معضحها كسعد للتصوير بعيدا بعيدا هذه الكرة للمنتخب المغربي لرشيد فتال رشيد فتال رشيد فتال التوزيع جزائر محمد يانيس السعيدي افسي نوفارا الإيطالي هذه كرة للمنتخب المغربي عثمان معامة عثمان معامة عود فردين وتابع العملية يسدد بقوة باليمنى وتحت العارض ثم رايين قولي رايين قولي يا تمريرة وضربة الجزائر ضربة بن أحمد في تنفيذ ضربة الجزائر يتقدم كوحيلي ويسجل ويسجل اثنين اثنين تدخل من أنيسة جاورت درجة مرة أخرى معاذ ضحاك تبقى الكرة مغربية والبطاقة الصفرة الحمراء ضد خليفة ضد أنتوني خليفة من الحكم وتنفيذ المخالفة للمغرب وممتاز التصدي وفت عليم عمر التوزيع ومخذيش الكورة على التوزيع على مستوى القائمة الثاني مناسبة أولى ثاني على مستوى القائمة الثاني ممتازة بالرأس لكن كورة خارج إطار المرمى فرصة هما لمنتخب الجزائري بالدفاع مع محاولة عكس الهجمة والتوزيع والحارس والتدخل كورة تتفك مرة أخرى للمنتخب المغربي عكس الهجمة والهدف الثالث والهدف الثالث للمنتخب المغربي اللاعب البديل إلياس بو مسعودي إلياس بو مسعودي وفي هذه الأونة يعلن الحكم التونسي خالد قويدر نهاية المباراة بفوز المغرب على الجزائر